هو أسهل نقطة يدافع عنه بكل وضوح ما تطلبش برشا حجج هي العزلة والانفراد متى السلطة يعني سهلة يسهل ما تماشي فيها كثير حجج مضادة لأن معلن الرئيس قيس سعيد رفض الحوار وقام هو بإعداد الدستور وقام هو بإعداد الأوامر متاعها 177 سبتمبر 2021 وهو المسؤول الأول على مختلف الإجراءات المرافقة لتطور الحياة السياسية في تونس منذ الانقلاب إلى الآن يعني عملية سهلة يسهل ما تطلبش برشا مناقشات يعني الأدلة والبراهين عليها أكثر مما يتوجب وأكثر مما يستوجب يعني انثراد حقيقي كامل في الحكومة في تعيين رئيس حكومة في وزارة يعني في كل شيء معناها من غير ما نطول فيه الموضوع أنا نفضل نرجع شوية تفاعلا على الأرقام أنا أولا أشكر المحللين سيسر الحامس يا خليف لأنني أعتبر كلامهم يعني في غاية الموضوعية كصحفيين عن جد يعني بكل وضوح يعني من زاوية التي أخذوها عادي وأنا متفق معهم تماما فيما ذكروه أنت قلت 90% مقاطعة وخليفة قال لك أنا ما نعتبره عزوف موافق موافقه أنا نفسي قلت لك لم أسألتيني قلت لك لا أعتقد أنني نجي نقول لك هذه مقاطعتنا قلت لك ثم مقاطعة ثم عزوف ثم معناها تفاعولات كثيرة جدا وأنا هنا تواب استعمق شوي أولا شعبنا في الانتخابات دائما وأبدا وينتخب على إحدى قاعدتين أما لأحزاب أو لأشخاص معناها مهيش بدعة أنه الآن القايمة فيها أشخاص ومقاطعة لها إذن هي مقاطعة للعملية الانتخابية مش أنه جاتوا جديدة الآن أنه جات منظومة انتخابية ما كانتش يعرفها لا لا يعرفها كانت الناس تنتخب على الدم على العلاقة على القربة وعلى الانتماء الحزبي وعلى الصدقات هذه موجودة لم تتغير ومع ذلك لم يذهبوا لا للتشريعية ولا للمحلية إلا بهذه النسبة نحن سجلنا في النقطة بياننا كاريكريتي نقطة الأولى مش استجابة شعبنا لمقاطعتنا فشل سلطة الانقلاب في التعبئة للمشاركة هذه نقطة سياسية على غاية من الأهمية إذا بنا نعتبروا أن سلطة الانقلاب سلطة الأمر الواقع هي اللي فشلت في التعبئة ما تصدينا لاش أحنا أحنا دعونا إلى المقاطعة وهنا نفعل النقطة الثانية اللي قالها سيخليفة أن مقاطعتنا لم تكن سلبية بما أننا قلنا مقاطعة والسلام عليكم افتتحنا ما يمكن تعبيره حملة انتخابية ببيان وبندوة صحفية أكدنا فيها كجابة خلاص وكحركة نهضة على المقاطعة ودعونا شعبنا إلى المقاطعة ودعونا القوى الديمقراطية السياسية والمدنية إلى المقاطعة وفي خاتمتها عملنا أيضا بيان حركة نهضة وندوة صحفية جابة الخلاص علقنا فيها على هذه النتائج يعني نحن كنا مواكبين ونلاحظ هناك استجابة للمقاطعة هناك عزوف هناك لا مبالات وهناك أيضا نوقف آخر شعبي نابع من الشعب نفسه هو رفض رفض ونالأخ سرحان تكرها مليح أنه أمام الوضع الذي يعيشها المواطن التونسي بالنسبة له لا يرى أن الانتخابات تعنيه هي تعني السلطة شبنات تعني السلطة؟ تريجي للمور تعني النضاع السياسي اللي يماشي في أجندة متاعه في خريطة طريق كاملة ويعاد يمشي فيه جاو ثلاثة جاو ثلاثين جاو خمسين جاو عشرة ما يهم مش هذا وين الشرعية والمشروعية اليوم حقيقة في خطر لأن المفروض السلطة لما تشوف هذا الإقبال هذا الإقبال متى حداش بالمية أولا هو معدل الأخ خليفة مشكور وأتفهم أنا أذكر اللي ستين ولي سبعين ولي عشرين ولي خمسة عشرين لكن مدام ما معدل نذكر هذا الواحد وصفر فاصل واثنين اللي الجاو بتحديهش في الأخر يعني هذا مهم جدا المهم جدا الثاني ناقل نسبة يظهر لستة في المية المهم جدا الثاني هو التالي هو أن المواطن الذي يعاني الأمرين اقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا أيضا هناك عائلات رهي مايش عائلة السجين فقط تعيش وضعية السجن متاعهم رهي امتدادات العائلات التونسية متعرفية ساعات تكون قرية كاملة معنية بعلاقات قربة وساعات حي كامل وساعات الناس موجودين في أكثر مدينة تم ناس في السجن عندهم عام من ديسمبر علي العريض من ديسمبر بعد انتخاب التشعية مباشرة وفي ذري البحيري ومن مارسة بدات الاتقالات ما يسمى بالتأمر على أمن الدولة هذوما كله يعني الشعب شايفهم اتقالات ومحاكمات وجلسات واحتفاظ دون أن يسمع شيئا دون أن يلمس حقيقة هذه الاتهامات وحقيقة هذه الجرائم التي تجعل الناس موقوفة معتقلة في دولة المفروض عمل الثورة على الاستبداد وعلى الانفراد وأعطت للقانون يبعد وعلى كل هذا يقوس وفي الحقيقة أنا فقط أشرت لي أنه مؤثر والمؤثر الآخر الأكبر هو الفشل التنمي منتاع سلطة الانقلاب اللي جاية بيشتعالج الوضعية الاقتصادية والاجتماعية منتاع تونس هي جاية على أساسنا الاقتصادي والاجتماعية منتاع تونس في شن؟ وبالتالي بيشتعالجوا وأن البرلمان مرحبا البرلمان والمؤسسات التشريعية والقضائية والسياسية والحزبية هي وراء كل ذلك فتم استبعادها ولكن ماذا حصل تعمق أكثر وتدهور أكثر للأزمة وتفقير أكثر وبطالة أكثر وإلى آخره هنا الشعب التوسي معناها نهار لحد للناس والانتخابات معناها نشد الصف على خبز وعلى سكر وعلى زيت وعلى غيره يقولوا الزيت سيتوفر بخمساش دينار بعد نصف ساعة فقط يمشي للأم جي ولا يمشي للعزيزة ما يلقى حتى شيء ويتقال موجود حتى الرمضان حتى الرمضان موجود الزيت سجد إن شاء الله تبعه حتى أربعة باب الزيت فقط يقول الزيت موجود الشعب التونسي كله يعرف اللي دي ما تم أربعة بكوة حليب ولا سكر ولا روز ولا كذا ولكن الغالبية العظمى متاعت الناس تسمعوا ولا ترى شيئا وهنا فشل لسلطة الانقلاب بش نرجع معك بعد النقطة باية تكمل الجملة تكمل الجملة على الانتخابات نحن نجحنا في موقف المقاطعة من خلال الأرقام سيخليف مداما تسعين بالمئة قاطعوا أنا مجد مش نقول لك ربعين بالمئة منهم مع المعارضة ولا عاشرة بالمئة ولا أنت نفسك أبداعت الحقيقة قلت تبقى كل شيء محتمل أما المؤكد أن هناك جزء استمع إلى موقف المعارضة لأن المعارضة هذه مهما كان عندنا تجارب حزبية شاركة في انتخابات ديما تعبي ديما تجيب ناس راهوا حتى القوى السياسية التي كانت حول النظام وقريبة من فلك النظام لم تشارك أو لم تدعو إلى المشاركة الواسعة بعض منهم قولوا الأحرار اللي يحب يشارك واللي يحب له وهو في الأخير أكبر سؤال استفعامي استغرابي أنه مزمعة 25 جولة يقول وحدا لوراء المقاطعة مع عمرهم يطلعوا بيان يدعونا فيه للمقاطعة لكن ربما يمتصوا الأثر السلبي الأثر السلبي لهذه المقاطعة القوية يقول وراءنا إحنا اللي وراها وهكذا كما تقال الانتخابات اللي قاطعوا وفهم قراءة أخرى كراهية للبرلمان هذا يكون استجابة لنحن